اشتركوا في القناة يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا فقد أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة وترقق القلوب القاسية وتردع النفوس العاصية عن المعاصي والآثام والخطايا فللقبور هيبة ولظلمتها وحشة زور القبور فإنها تذكر الآخرة فالميت يسمع ويأنس بمن حوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنادي قوما قد جيفوا أو قد جيفوا فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابه فالأموات يسمعون كلام الأحياء ويشعرون بهم ولكنهم لا يستطيعون ردا ولا جوابه قال عمر بن العاص رضي الله عنه قبل وفاته لأهله إذا ما دفنتموني ووضعتموني في التراب فجلسوا حول قبري مقدار ذبح بقرة وتوزيعها حتى آنس بكم فالأموات يأنسون بالأحياء ويفرحون بزيارتهم كما لو كانوا في الدنيا ويشعرون بفرح أهلهم ويحزنون لمعاصي أهلهم فالميت يفرح في القبر وسط الأموات إذا فعل ابنه الخيرات ويحزن ويخزى بين الأموات إذا فعل ابنه المعاصي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من آخر الليل إلى مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن وإياكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا دليل على أن الأموات يسمعون ويشعرون بنا فلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان يسمع فهذا خطاب للأموات قال نبينا ومعلمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه وإن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا كأنه ليس بشيء فلا يشعر بمرور الوقت ولا بطوله خاصة إذا كان من أهل الإيمان كالرجل الذي أماته الله عز وجل مئة عام فلما بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوما فالميت كالنائم لا يشعر بالوقت بل يشعر بالنعيم والعذاب نسأل الله نعيم القبر ونعوذ به من عذابه قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر كيف بك إذا ميت فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع وشبره ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فتلتلاك وثرثراك وهولاك فكيف بك عند ذلك يا عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي عقلي قال صلى الله عليه وسلم نعم قال عمر إذا أكفيك هما فهنا يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللهم ثبتنا يوم تزل الأقدام اللهم أمنا يوم الهول والفزع اللهم ثبتنا وقونا واهدنا ولقنا حجتنا وأعنا يا ربنا وقونا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم جعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وغفرت لهم ذنبهم وعفوت عنهم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تمتنا إلا على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنه اللهم ثبتنا يا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى